تحرير سيناء يعني بيعني إيه للمصريين والقوات المسلحة إحنا طبعا ربما بنحتفل في أجواء مختلفة هذا العام في رمضان نعم أكيد الموضوع مختلف خالص ما حدرت إيه رأيها حضرت هو طبعا إحنا والنهاردة وإحنا بنحتفل بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء دي بتدي للأجيال اللي جاية معنى العزة معنى الكرامة معنى قدرة المصريين على السرداد كل شبر من أرض الوطن بيتقول لنا أن كان في تحرير سيناء هناك روح هذه الروح هي القوة والعزيمة والصبر والمثابرة كانت هناك عوامل حققت الانتصار في الحرب في أكتوبر 73 ثم في السلام أثناء فترة المفاوضات والدبلوماسية حتى التحكيم الدولي للسرداد الأرض بتقول لنا أيضا أنه لا يضيع حق وراءه مطالب لكن هذا المطالب يجب أن يتمتع بالعلم يتمتع بالمعرفة بتقول لنا أن مستقبل الأمم لا يتحقق إلا بالتضحيات ودماء الشهداء وأن الشهداء بيقول التاريخ عليهم أنه لو لا الشهداء ما كانت مصر الحضارة وما استطاعت أن تصد أعدائها وتحافظ على كل ذر الطراب من أرضها كل ذلك بيقول لنا أن كان في تحرير سيناء هناك عبقرية أننا استردنا سيناء من الاحتلال الإسرائيلي عبر كل وسائل النظام من الكفاح المسلح في حرب الاستنزافة التي استمرت 1041 يوم ثم حرب أكتوبر المجيدة التي هدمت نظرية الأمن الإسرائيلي وكسرت زراعة إسرائيل الطولة الممثلة في قواتها الجوية وهزمت الجيش الذي كان يدعي أنه لا يهزم ثم بالأعمال السياسية والدبلوماسية اعتبارا من المفاوضات الشاقة في فصل القوات في عام 1974 و75 ثم مباحثات كامب ديفيد التي أضط إلى إطار السلام في اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978 ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979 حتى استردنا كل سيناء في 25 إبريل 1982 40 سنة من الآن تم استرداد سيناء علشان تحكي للأجيال القادمة أن مصر وقادة مصر يدركوا معنى قدسية الطراب الوطني ولا يمكن أن يتم التفريد في أي شبر من هذه الأرض طيب إحنا بنحاول نوصل للأجيال الموجودة دلوقتي اللي يمكن ما شفوش أو ما عاشوش الفترة دي قد إيه كانت الظروف والأجواء في الوقت ده كانت صعبة حابين حضرك توصل لنا الصورة كاملة عشان الناس اللي ما عاشتش تبقى عارفة قد إيه عشان لما بنيجي نحكي الموضوع بيبقى سهل شوية لكن اللي عاش غير اللي بيسمعه طبعا إحنا نعلم أن احنا قبل حرب أكتوبر المجيدة كانت هناك فترة السنزاب مش على القوات المسلحة وفقط بعد حرب سبعة وستين وتدمير جل المعدات العسكرية اللي موجودة وجل يعني مش كل جزء من هذه المعدات تم تدميرها برضو اقتصاديا كان كل الاقتصاد موجه للمعركة وعلى عادة تسليح وتدريب وتنظيم القوات المسلحة كان الشعب أيضا بيعاني وعلشان كده بالله أن الشعب أيضا هو البطل في عملية الحرب وفي السلام لأنه بيقف قلف قواته المسلحة وخلف قيادته السياسية كانت هناك مصاعب كتير جدا كانت إسرائيل بتبعث رسائل لخفض الروح المعنوية بمعنى أن هي عاية تخلي فيه إحباط لدرجة أنها كانت تقوم بعمل تجارب لإشعال قناة السويسنار علشان تمنع عبور قواتنا وتخلي الوضع زي ما هو وكانت وهي بتقوم بهذه التجارب وإحنا بنشايفين الكلام ده من الشاطئ الغربي لقناة السويس كانت تجيب ميكروفونات إذ عانا في الضغط النفسي والاستفزاز وتقول يا مصريين حنحرقكوا في النار دي طب إيه النار دي؟ النار دي كانت بتصل حرارتها إلى 700 متر وارتفاع خمسة متر لدرجة أن السمك اللي موجود في الماية كان بيتشوي صحيح أيه الحرب النفسية؟ ده بيقول لنا أن الحرب النفسية هي عام الرئيس في الانتصار أننا لم نستفذ من ذلك ولكن بدأنا نفكر إزاي نقاوم كل ذلك كانت هناك تخطيط لكل ذلك وكانت استطاعت الحرب الكيميائية القوات المسلحة كلها والحرب الكيميائية بما أنني رئيس أركان الحرب الكيميائية الأصبخ اخترعت مادة المادة دي مقاومة للنيران بحيث أن ملابس اللي بنقول عليها أفرولات الجنود بيتم معاملاتها بهذه المادة المضادة للحريق حتى القوارب المططية بتدهن وتغطى بهذه المادة حتى لا يتم حرقها من خلال هذه المواد ده مضع البشرية كانوا أفلوا المضخات ونزلوا ده سيناريو سيناريو كنا مستعدين له على اعتبار لو حصل أبقى جاهز بالله لكن شوف برضه قدرة ربنا وربنا مع مصر في التغلب على هذا المانع الحرق أن أثناء كانت إسرائيل كل يوم بتعمل تشيك أو فحص على المواسير التي ستدفع الحمم والنبالم إلى قناة كل يوم الساعة سبعة الصبح ما عدا يوم ستة أكتوبر قبلها يوم خلسة أكتوبر بالليل يوم كبور السعق آه كان علشان يوم عيد عيد كبور وبالتالي الفحص ما كانش الساعة سبعة زي كل يوم وخواراتنا كانت عارفة أن المهندس كمان في تل أبيب هو المهندس اللي جه يصلح كان جه من تل أبيب يتكلموه إمتى صاح عما وصل كانت الحرب بدأت والسعق استطاعت أنها تقوم بسد كل تلك الفتحات إحنا كنا من خلال البروفات اللي بيعملوها إحنا شايفين وعارفين ومخططين وحجدين القوة اللي حتقوم بعمل ذلك هناك كل يعني بيتم دراسة كل الأشياء وبعبقرية مصرية بيتم مجابهة ذلك والدليل على ذلك إزاي إن فيه ساتر ترابي جبل كبير جدا يتم هدم هذا الساتر والترابي بخارطو ماء بمضخة ماء مضخة زي المضخات اللي هي اللي بنشوفها في الحريق لما يتم مقومة الحريق كل ذلك كانت صعوبات لكن إحنا ما استسلمناش لهذه الصعوبات لو شاق إحنا عندنا كانت معجزة في حرب أكتوبر إيه المعجزة دي؟ كان بيقولوا إن خط برليف ده محتاج قنبلة نووية لكن مصر كانت تمتلك قنبلة نووية وهو الجندي المصري اللي عقدته النصر أو الشهادة دي كانت بعض الصعوبات الكتيرة إحنا يعني في أثناء فترة الاستنزاف كانت فرصة لكسر حاجة الخوف ما بين الجند المصري والجند الإسرائيلي ما إحنا طلعين من هزيمة كبيرة جدا وفيه خساير وفيه شهداء وفيه مصابين وفيه تدمير للمعدات إزاي إن إحنا يبقى عندنا ثقف نفسنا بدأت القوات المسلحة تعمل ما يسمى بالإغارة إغارة يعني إيه؟ يعني كل لواء على الشاطئ من قواتنا بيرسل فردين اتنين بس يعدوا القناة ويروحوا لغاية العدل الإسرائيلي يأسروا أسير يأخذوا معدات يصور يعرف الواحدة 77 قتالوا القوات السعقة بريم الرفاعي ومختار نوح الأفراد حتى المشاه نفسهم اللي في كل لواء بدأ يدفع اتنين راحوا ورجعوا قالوا ثم نزودهم نخليهم جماعة ثم عشرة ثم نخليها فصيلة سرية حتى أصبحت الإغارة بقوة كتيبة وده كسرت حاجزة الخوف ما بين الجند المصري والجندي الإسرائيلي وإحنا شفنا يعني هذه الحرب كانت لها مسببات بعد ذلك في العملية السياسية وفي العملية الدبلوماسية وفي التحكيم الدولي يعني وإحنا بنتكلم النهاردة وبعد 40 سنة وبعد استرداد سينة كلها ما عدا 1 كيلو فقط 1 كيلو متر يا طابة كان المفروض نقول سينة دي 61 ألف كيلو متر مساحتها بتساوي خامس دول من دول في الخليج وفي المنطقة يعني إيه كيلو من الواحد والسنين ولا مشكلة يعني لأن لا هذا هم قادة مصر وجيش مصر وشعب مصر لا يفرق في أي ذر الطراب من أرضها وأنا ببتكلم على جيش مصر بقول إنه هو بيدينا رسالة كبيرة جدا يا أستاذ مصطفى إيه الرسالة دي إن مصر نسيج واحد والدليل على ذلك أن من أوائل شهداء أكتوبر الشهيد العميد شفيق متري صدرات مسيحي وكان قائدا لأحد ألوية المشاهد الميكانيكية في الحرب ويوم الحرب اتمع مع جنوده بيدهم كلمة معنوية عشان يحمسهم ويشد أزرهم واستشهد بآياتنا بدأها من صورة الصفات بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون صدق الله العظيم ده الشعب المصري ودماء سيناء التي رؤيت بدماء المصريين واللي احنا بنحتفل بشهداءنا اليوم اللي لو لاهم ما كانت مصر في الأمن والأمان والاستقرار وأعمال التنمية وعاوز أقول لك بمناسبة بقى أن احنا حررنا سيناء من الاحتلال الإسرائيلي واستردناها في 25 إبريل 1982 ثم سبع سنين عشان نسترد واحد كيلو متر مربع فقط من خلال التحكم الدولي في عام واستردناه بعد سبع سنين في 19 مارس 1989 طهرناها من الإرهاب والإرهابيين بقوة الجيش لأن احنا عندنا كده مقولة بتقول أن القوة هي مصر الأمان والضعف دعوة للعنوان عايزين نتكلم عن نقطة دي مهمة جدا يا سيد تلوة لكن كمان حب أتكلم مع حضرتك عن التنمية يعني بعد الفترة الكبيرة من يعني بعد الحرب وكل حاجة عادنا فترة عشان تحصل التنمية في سيناء 2014 ابتدت مشروعات كتيرة تحصل في سيناء منها سكنية منها صناعية حابين حضرتك تكلمنا أكتر عن عمل التنمية في سيناء والله ده سؤال مهم جدا يا سيدة بسانت فعلا وهو أن مصر لها استراتيجية في مجابة الإرهاب مش بالعملات العسكرية والأمنية فقط ولا بتكفيف منابع التمويل ولا بالقضاء على عدد كبير جدا من الأنفاق كانت ما بين مصر وقطاع غزة ولكن بأعمال التنمية التنمية من خلال مشروعات في سيناء تكلفت 700 مليار جنيه لكن لو خدنا شريحة سيناء فقط 300 شمال سيناء وكان المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة الآن بيتكلم عن أعمال التنمية كانت إجمالي مشروعات 312 مشروع تكلفت 195 مليار جنيه في كل مناحي التنمية لأن مصر بتنتهج استراتيجية استراتيجية بأم بي قالها عالم الاقتصاد روزنيتشتاين رودان وده راجل ده صاحب نظرية الدفع القوية أو استراتيجية الانتشار الواسع للإستثمارات وتحط استثمارات في مجالات كتيرة وفي قطاعات كتيرة أو النمو المتوازن أن أنت بتحط في الريف وفي الحضر وفي الصعيد وفي سيناء هي ده استراتيجية الدفع القوية لأعمال التنمية وعلشان كده بنشوف بنقلة فرص عمل للشباب السينوي حتى لا يسهل استطابهم من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة إحنا بنشوف قناة السويس وإزاي خمس أنفاق أسفل قناة السويس علشان المستثمرين وعلشان المواطنين وعلشان التنمية في سيناء واللي الرحلة كانت بتاخد ساعات بل أيام علشان تنتقل يضب عرض القناة المية وسبعين متر الآن هي عشرين دقيقة فقط وعلشان كده الدولة بتخطط علشان يتم توطين تمانية مليون مواطن من الوادي والدلتا من الوادي الضيق من المناطق المكدسة لأن احنا عندنا في مصر مشكلة اسمها التوزيع الديموغرافي السيء بنلاقي كلنا في الدلتا وفي يعني على مساحة كان قبل لا ده هو ده جسد يعني جات علشان قصة موارد المياه وإحنا كده لكن خلينا أقول مشروعات شرق بورسعيد مثلا ومشروعات اللي هتحصل اسماعيلية والمناطق الصناعية اللي هناك واللي على ضفطي قناة السويس أيضا مناطق الخدمية اللي وقيمت اعتقد دي نواحل وصح هي لسه ما تعمرتش ولسه ما شفناش السواد الأعظم المصريين يعني بيعيش على ضفطي القناة كما يعيش على ضفطي نهر النيل لكن احنا حطنا بزرق طبعا لا بزرق يعني بس بدأت تؤتي أكلها زي ما بنقول يعني مثلا في وسط سيناء في منطقة اسمها الجفجافة حتى بقى في وسط سيناء ما فيهاش حد وكانت فيها يعني خلل من التنمية ما فيهاش تنمية خالص زي ان الدولة قامت بانشاء مجمع لانتاج الرخام والجرانيت في منطقة الجفجافة في وسط سيناء وبيصدر للعالم كله وهذا المجمع كلمة مجمع يعني أكثر من مصنع فيه ثمان مصانع في الرخام والجرانيت احنا زمان كان يعني المستثمرين بيجي يأخذوا بلوكات كده من الجبل من الرخام ويودوها للخارج تقوم يتم تجهيزها لا احنا بدأنا بنضيف ما يسمى بالقيمة المضافة انا عايز اقول ان لو لا التنمية التنمية جد بعد الامن والاستقرار وبعد القوة التي تصنع الحق وحنا عندنا عالم في العلاقات الدولية اسمه هانز مورجانتو بيقولي الرجل ده بيقولك القوة تصنع الحق وان الصراع بين الدول هو على القوة وعلشان كده جيش مصر هو في المرتبة الثانية عشر على مستوى العالم طبقا لتأرير جلوبال فاير باور وقواتنا البحرية في المرتبة السادسة على مستوى العالم اما المفاجأة فان القوات الخاصة المصرية هي في المرتبة الاولى قبل الولايات المتحدة الامريكية وقبل روسيا هو ده جيش مصر هو ده الرهن اللي له شعار يد تبني ويد تحمل السلام يعني خليني اقول ان وحنا في ذكرى تحرير سيناء في رسالة لكل المصريين عايزين نقولها عايزين نقول ان الحكومة بالفعل بدأت عدد كبير من المشروعات على ضفة طيقناة السويس بدأت بالفعل في اقامة مجمعات سكنية ومشروعات صناعية اعتقد ان كل ده دافع لعدد كبير من سكان الدلتا مهيد الطرق وعملت انفاء انهم ينقلوا شغلهم مرة تانية الى الداخل السينوي واعتقد ان ده مفيش احسن يعني من ذكرى تحرير سيناء ان احنا فيها نجدد الدعوة مرة اخرى لجموع الشعب المصري الى الذهاب مرة اخرى الى سيناء من اجل ايجاد فرصة عمل من اجل عمل مشروعات لان اعتقد البيئة هناك خلاص قضينا على الارهاب وعملنا كل حاجة ده حقيقية يا مصطفى كل السنة وكل المصريين بألف خير سيدة اللوة محمد الشهاوي مستشار كلية القضاء والاركان كل الشكر لك على وجود حضرتك معنا النهاردة نورتنا في صباح الخير يا مصر شكرا يا فان وبنجدد شكرنا طبعا وكل السنة وكل المصريين بخير كمان ومناسبة شام نسيم مرة تانية مصطفى كل سنة انت طيبة واعتقد يعني بنحذر مرة تانية كل الاطباء قالوا يا جماعة الرنجة والفسيخ غلط على الفطار لان هي يعني هتعمل عدد كبير من المشاكل الصحية تاني يوم وخصوصا موضوع العطش ربما ذكرنا ده في صباح الخير يا مصر في عدد كبير من الحلقات السابقة بنعيد التسجير مرة تانية يعني لو لازم يعني رنجة بلاش فيسيخ ده حي صح كده يعني الرنجة يعني أفضل كمية بسيطة كمية بسيطة احنا بنحتفل بعيدين النهاردة صح عيد شم النسيم صح وعيد تحرير سيناء وبالتالي الناس تأكل فيسيخ نعم بس بكمية بسيطة وده مش إعلان ولا دعاية للفسيخ يعني لكن هي مناسبة بتأتي كل عام الفرعنا وعيد سنة وحدة تكتير السلام